السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلتني أسئلة كثيرة تسأل هل التلعثم مرض نفسي أم لا؟ طبعا الجواب بكل وضوح طبعا لا التلعثم أو التأتأة هو أحد أمراض عدم الطلاقة في الكلام وليس مرضا نفسيا أسبابه صحيح غير معروفة وغير واضحة ولكن الأبحاث الحديثة تبينت لنا أنه يبدو أنه مرض عضوي يعني هناك دور للوراثة وهناك بعض المشاكل في التوصيلات العصبية في الدماغ لبعض الحالات إذن هو ليس مرض نفسي ما يحتاج أدوية نفسية أو جلسات علاج نفسي هل له آثار نفسية ممكن له ضغوط نفسية له مؤثرات لاحقا لكن ليس مرضا نفسيا يحتاج جلسات علاج نفسي هو مرض تخاطبي من أمراض التخاطب في الكلام يحتاج جلسات علاج مكثفة وإرشاد أسري أيضا مكثف للتعامل مع هذه الحالات وما تشوفوا نشر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر